السلام عليكم وعلى سهلا بكم فيديو جديد على قناة i'm iPhone حل مشكلة مساحة الايفون ممتلئة في فيديو النهاردة هنتكلم عن أسباب وحل المشكلة ديات بخطوات سهلة جدا وبسيطة ولكن في البداية خلينا نتكلم عن أسباب امتلاء مساحة الايفون أول حاجة هتدخل كده على الاعدادات نرجع كده الوراء وندخل على الاعدادات وبعدين هندخل على العام وتدخل على مساحة تخزين الايفون من هنا هتعرف المساحة اللي هو مستخدمها جهازك الايفون دوت في تطبيقات مثلا أو صور لو عندك مجموعة من الصور مكررة عندك ممكن تقدر لانت تمسحها وتعرف مساحة الايفون دوت مستخدمة في ايه بالزبط يعني مثلا عندك ألعاب بالشكل دوت أخدم منك مساحة كبيرة من مساحة الايفون أو مثلا النزام بتاع جهاز الايفون دوت زي ما انتوا شايفين هنا أخذ مني حوالي 9 جيجا التسعة جيجا دولت متخدين من مساحة جهاز الايفون فيه عندك بعض التطبيقات ما بتبقاش بتستخدمها على جهاز الايفون او صور زي ما قلنا او فيديوهات موجودة على جهازك الايفون دوت واخده مساحة كبيرة من خلال مساحة التخزين ديت هتقدر تعرف التطبيقات اللي هي اخده مساحة كبيرة من جهاز الايفون ودوت هيخلينا نروحه للطريقة الاولى وهي حل بقى مشكلة مساحة الايفون ممتلئة او غير قادر على التشغيل ممكن يجيلك جهازك الايفون كدوات يجيلك علامة اللي هي التحميل ديت ومايفتحش معك اصلا جهازك الايفون وده يتأول حاجة نعملها حل مشكلة مساحة تخزين الايفون ممتلئ بعد ما عرفنا دلوقتي السبب بامتلاء مساحة جهاز الايفون هتقدر دلوقتي اللي انت تحدد التطبيقات اللي هي ملهاش استخدام عندك او انت مش بتستخدمها بشكل مستمر تقدر اللي انت تحزف التطبيقات ديت او تحزف البيانات بس اللي هي بداخل التطبيق يعني انت دلوقتي كده لو دخلت على لعبة موجودة عندك حجم التطبيق دوات 2 جيجا فاصلة 36 ولكن البيانات المستخدمة 2 جيجا او دخلة في 3 جيجا زي ما انتو شايفين تقدر اللي انت تزيل التطبيق بشكل مؤقت لو انت مش بتستخدمه باستمرار وتحتفظ بالبيانات بس اللي هي على التطبيق لو عملت ازالة التطبيق هتبدأ اللي انت تزيل التطبيق بس هتوفر للتنين جيجا فاصلة 36 ولكن مساحة اللي هي البيانات ديت او المستندات اللي هي بداخل التطبيق هتفضل محتفظ بها عندك على جهاز الايفون لو انت مش حابب اللي انت تعمل مسح للبيانات من التطبيق دوت هتستخدمه بعد كده انما لو انت مش عايز التطبيق خالص هتدخل كدوت مثلا على لعبة بابجي بالشكل دوت او اللعاب اللي انت مش بتستخدمها باستمرار وتعمل حزف للتطبيق بالشكل دوت انت كده هتبدأ اللي انت توفر مساحة من مساحة جهازك الايفون هنرجع كده الوراء وحتبدأ تلاقي كده التطبيقات عندك نوت مترتبة عندك على حسب المساحة كل تطبيق بيترتب معك على حسب المساحة اللي هي وحجم المساحة اللي هو بيستهلكها من جهاز الايفون دوت هتبدأ كدوت اللي انت تختار التطبيقات اللي انت مش بتستخدمها على جهاز الايفون وتعمل لها حسف بشكل نهائي او حسف التطبيق زي ما قلتلكم وتحتفظ بالبيانات بتاعته الطريقة التانية لو مساحة التخزين غير كافية لتشغيل الايفون حل المشكلة سهلة جدا وبسيط باستخدام برنامج فيكس بو في الحالة ديات لو انت جهازك الايفون متوقف معك بالشكل دوت وانت مش قادر تشغله حاولت اللي انت تشغل جهازك الايفون ومش ردي يشتغل معك يبقى كده هتلازم تستخدم اداء او برنامج محترف يحللك المشكلة ديات بدون ما تخسر البيانات اللي موجودة عندك على جهازك الايفون يعني انت هتعمل اصلاح او تخفيد لمساحة الايفون ان هو يشتغل معك مرة تانية بدون ما تخسر اي حاجة من البيانات اللي موجودة على جهاز الايفون وده هيبقى من خلال برنامج Fixibo هسيبلكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف هتبدأ تدخل على الرابط اللي هسيبولك تحت الفيديو في الوصف هينيلك الموقع الرسمي لبرنامج i My Phone Fixibo هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج دوت عندك على جهاز الكمبيوتر وتثبته على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتثبت البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت هتختار مننا إصلاح النظام وبعد كده هتختار الوضع الكياسي الوضع الكياسي دوت بيحفظ لك كل البيانات وبيحللك أي مشكلة بتواجهها على جهاز الايفون دلوقتي كده البرنامج بيطلب مننا اللي احنا نوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر بعد ما وصلنا كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هندوس على التالي هيبدأ كده البرنامج انه يتعرف على جهاز الايفون ويجيب لك نوع جهازك الايفون بالشكل دوت وهيجيب لك كمان الاصدار المتوافق على جهاز الايفون دوت اللي هي نسخة iOS هيظهر لك بالشكل دوت هتدوس على تحميل وحيبدأ كده البرنامج ان هو يحمل لك نسخة الاي او اس دي هتعندك على جهاز الكمبيوتر هتسيد كده البرنامج لحد ما ينتهي من تحميل نسخة الاي او اس بعد ما ينتهي البرنامج كده من تحميل نسخة الاي او اس هيبقى جاهز دلوقتي الاصلاح اي مشكلة بتواجهك على جهاز الايفون هندوس على البد بعد كده هيتطلب مننا البرنامج ان احنا ندخل جهاز الايفون ده واتفوضع الاسترداد لو انت بتستخدم جهاز ايفون 8 او الاصدارات الاحدث من كده هتلاقي البرنامج انا عطيك تعليمات ازاي تدخل جهازك الايفون ده وتفوضع الاسترداد بعد ما هتدخل كده جهاز الايفون وتفوضع الاسترداد بتلقاء ايه كده البرنامج هيبدأ في معالجة المشكلة اللي بتواجهها على جهاز الايفون مثلا زي المشكلة الموجودة معنا اللي هي مساحة الايفون ممتلئة ومبيقدرش يشتغل معنا هتسيب كده البرنامج يحللك المشكلة ديت بدون ما تخسر البيانات اللي موجودة على جهاز الايفون هتسيب جهاز الايفون متوصل بكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من حل المشكلة وبالشكل ده هتنتهي البرنامج من حل المشكلة اللي هي كانت موجودة على جهاز الايفون دلوقتي تقدر اللي انت تستخدم جهازك الايفون بشكل طبيعي هنروحوا كده على جهاز الايفون ونبدأ اللي احنا نشغل الجهاز كده زي ما انتم شايفين بعد ما كان الجهاز متواقف معنا مش قادرين يشغلوا دلوقتي بقى يشغل معنا بشكل طبيعي. وكل البيانات اللي هي موجودة عندك على جهزك الايفون صور مسلا او تطبيقات هتلاقيها موجودة زي ما هي على جهاز الايفون. لو دخلنا مسلا على الصور بالشكل دوت هتلاقي كل الصور موجودة عندك وكل بياناتك موجودة زي ما هي. ولكن دلوقتي البرنامج عمل عملية اصلاح للمساحة اللي هي ممتلئة على جهاز الايفون. لو دخلنا كده على الاعدادات ومساحة التخزين هتلاقي ان البرنامج خفض مساحة التخزين اللي هي موجودة على جهاز الايفون. يعني مسلا من مساحة النزام دي اللي هي مساحة الايو اس كان فيها مسلا مشكلة واخد مساحة كبيرة من جهاز الايفون قدر البرنامج ان هو يخفض المساحة ديت وتقدر انت تفتح جهازك الايفون وتستخدمه بشكل طبيعي. ده هتكان شرح النهاردة ولو عجبك الفيديو استفدت منه ياريت ادعمنا بلايك وتشترك في القناة وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي.